راديو نيل مينا السنغفورة ده هو المينا الاكثر ازدحاما على مستوى العالم عمل تفرح حقيقية موجودة جوه سنغفورة ده اكبر مينا على مستوى العالم بيزود السفن بالوقود يعني مثلا بص في سنة 2005 هتلاقي مينا سنغفورة ده بعلو وحده للسفن 25 مليون طن وقود حاجة يعني مهولة بمعنى الكلمة مينا سنغفورة ده اللي بيعد عليه نص بيترول العالم اللي بيتشحن عن طريق البحر فبلدك لما شافت ده ولما شافت كمان الطفرة اللي عملها مينا جابل علي جوه دبي هتلاقي تولد عندنا حلم الحلم بيقول وإحنا ليه ما نمشيش على نفس الطريق اللي سبقنا ليه غيرنا احنا بإذن المولى سبحانه وتعالى رايحي اللي ده انت لو ركزت هتلاقي بلدك هتزود السنة دي والسنة الجاية 37 كيلو متر بس مش طرق بقى المرة دي لا 37 كيلو متر ارصيفة سفن تمتخيل رصيف السفن اللي جوه المواني 37 كيلو والاعمق مش اي اعماق ده عماق بين 17 و 18 متر حاجة يعني مهولة اللي هي تحت الارض تحت المية عفوا وخلونا نبدأ بالتطوير اللي بيحصل في عدد من المواني المصرية خلي بالك فيه تطوير بيحصل في مواني وفيه اصلا مواني من اول وجديد بتتعمل يعني مثلا ميناء ابو اير الميناء ده انت بتنشئه دلوقتي ب28 مليار جنيه علشان يبقى اكبر ميناء في حوض البحر المتوسط كله يعني هيكون اكبر من المواني التركية المواني اليونانية المواني الفرنسية الايطالية الاسبانية مواني شمال افريقيا كل المواني اللي موجودة على البحر المتوسط هيبقى ده اكبر ميناء فيهم تلاقيك دلوقتي بتنشئ ميناء تاني جديد برضو اسمه ميناء الماكس برضو موجود في اسكندرية بكام بتلاتين مليار جنيه تلاقيك دلوقتي بتطور ميناء الدخيلة وبتنشئ فيه ارصفة جديدة برضو بفلوس كتير بتطور ميناء اسكندرية اللي بتعدي منه ستين في المية من البضايع اللي جاية وطلعة من مصر الصادرات والواردات المصرية بتطوره بقد ايه بتمانية مليار وربعمائة مليون جنيه بتبني جوا ميناء اسكندرية دلوقتي اللي زاره وزير النقل مبارح بتبني جواه واحدة من اكبر المحطات متعددة الاغراض المحطة دي هتقدر تشيل ما بين ستة وسبع سفن من الحجم الكبير مرة واحدة يعني مش هيحصل بقى زي الاول والسفن تنتظر في البحر لغاية ما ييجي دورها وكل الكلام ده لأ كمان الاعماق بتاعة الارصفة دي بيتم تكريكها تكريكها يعني تعمقها علشان توصل لسبعتاشر ونص متر يعني هتقدر تستقبل اكبر السفن اللي موجودة على مستوى العالم كله اللي لها الغاطس بتاعها كبير مش باين تحت المية من غير ما تحك او تشحط ومن غير اي خطر ممكن يقع على السفينة يعني مثلا سفينة عملاقة زي ايفر جيفن حضر لكم فاكرين ايفر جيفن ايفر جيفن دي اللي كانت قفلة قناة السويس السنة اللي فاتت السفينة دي الغاطس بتاعها دي اللي هو مش باين تحت المية الغاطس بتاعها خمستاشر متر وسبعين سنتي انت في المينة دلوقتي معدل الرقم ده باولك انت واصل لسبعتاشر ونص متر طيب نسيب مينة اسكندرية ونروح لمينة دومياط انت برضو هتلاقيك بتطوره دلوقتي او طورته بالفعل بتسعة مليار وربعمية مليون جنيه ولسه للعلم شغال في التطوير بتاع مينة دومياط بتعمق الممر الملاحي بتاع المينة ده وبتطور حاجز الامواج وبتبني محطة حاويات عملاقة مسميها محطة تحيا مصر واحد علشان برضو تخدم صادرات بلدنا عندك كمان مينة شرق بورسعيد كلفته قد ايه خمستاشر مليار وخمسمائة مليون جنيه ده المرحلته الاولى بس انت متخيل الرقم ده خمستاشر مليار ونص للمرحلة الاولى بس عملت خط للسفن التجارية كمان في قاعدة بارنيس اللي موجودة في جنوب البحر الاحمر عندنا جنب شلاتين عملت محطة متعددة الاغراض موجودة في مينة سفاجة بقدية هيسيدي ب11 مليار وخمسمائة مليون جنيه داخل في تطوير شامل لمينة العين السخنة بتصرف عليه دلوقتي 20 مليار جنيه علشان بردو تطوروا ويبقى بردو اكبر مينة على مستوى البحر الاحمر هيبقى عندك مينة ابو قير اكبر مينة على مستوى البحر المتوسط ومينة العين السخنة هيكون اكبر مينة على مستوى البحر الاحمر هيبقى نقطة ارتكاز لتموين السفن بالوقود إن شاء الله بدل ما كنا بقى بنستفاد فقط فقط من السفن إن هي رايحة جاية بتدفع بس رسوم المرور بتاعت السفن لا تعظم استفادتك أكتر على قد ما تقدر من السفن اللي بتعدي من بلدك هتلايك برضو لسه شغلتها طوير وكل ده تلايب يوجد فرص عمل كتير لشبابك وناسك وأهلك فرص عمل عظيمة للمصريين سواء بقى جوة المواني أو المصانع اللي هتتبني حوالين المواني أو الحركة اللي هتكون رايحة جاية خلي بالك برضو المواني بتاعتك كانت سنة 2013 كانت رقم كام على مستوى العالم كنا تحت خالص في ديل القوايم كنا رقم 80 على مستوى العالم طبعا ترتيب متدني جدا لكن في 2019 خفزت الأدام وصلت للمركز 38 على مستوى العالم يعني طلقت الأدام 42 مركز يعني كان في 42 دولة كانوا سابقينك انت الحمد لله سبقتهم ده امتى ده في 2019 ضيف على الكلام ده من 2019 لغاية دلوقتي كل التطوير اللي انا بكلم حضراتكم عليه واللي لسه بتعمل لغاية النهار ده ولسه مكملين فيه 100% التصنيف الجديد لجودة المواني لما يخرج بعد كل التطوير ده ان شاء الله هتلاقيك هتوصل لحتة تانية خالص بمشيئة الله وتبقى ماشي على نفس الطريق اللي مشت عليه سنغافورة وبعدها دبي فاللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا وحال بلدنا إلى أحسن حال اللهم امين اليومين دول مع كمال ماضي من الحد للأربع من واحدة لاثنين دهر على نغم أفهام